موسيقى أدئي كان المصريين القدماء وزماء أدئي كان علموهم قوي ومعرفتهم بلا حدود وزكائهم خطير جدا كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحبي المحطب المهندس المصري العظيم الوزير وكبير الكهنة واللي أصبح إله للطب بعد كده هو اللي صمم وبنى المجموعة الجنائزية دي من 4700 سنة فاته 2700 قبل الميلاد عشان يكون أول وأقدم بناء معماري حجري في التاريخ بعد توقف دام ست سنوات بدأ العمل مرة تانية على ترميم هرم زوصر ليعود لهيئته المهيبة ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020 أطعم الخبزة لمن لاحق له واترك وراءك أفرا طيبا يبقى أبدا الظهر الأثر اللي سابه لنا المصريين من 4400 سنة وهنشوف دلوقتي هو مقبرة واحتي اللي تحفرت جوه الجبل 300 سنة بعد هرم زوصر والاكتشاف وأداد المقبرة اللي هتشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018 إحساس لا يوصف لما تدخل المقبرة وتشوف دقة النقوش والألوان 65 تمثال منحود في الجبل إحنا شايفين إن المقبرة دي مقبرة عائلية إحنا بنتكلم على عمق 10 متر تقريبا بنتكلم على 3 متر عرض بنتكلم على مناظر من الحياة اليومية من أجمل ما يكون ما يميز المقابر عن غيرها بدقة تفاصيل مناظر حياة اليومية منطقة كوم الشوف من أهم المناطق الأسرية في الإسكندري ومنطقة كوم الشوف ومنطقة هذا المناطق الأسرية في عام 2019 معبد اليهودي في إسكندرية مناهي المصريين في القرن الـ14 مصر رممت هذا المكان وتم افتتاحه في 2020 أستاذة مجدا هاروني أول مرة تدخلي معبد اليهو هامبي في إسكندرية بعد ترميمه لا أنا كنت أنا في الافتتاح إحساسي كان بيهو إحساسي كان بصراحة كنت بعيو من الفرحة بدأت بتهتم بيهو الدورة دي فيها حجارة أنا ملاحظ مختلفة عن بقية المعبد دي أنقاط المعبد الأتيب وهوما بيرممه اكتشف يعني الفتحة دي ما كانتش موجودة أكرم أباك وأمك لا تخطب لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور لا تشتهي ما يملكه جارك لا تنطق باسم الإله الرب باطلا الاسم بتاعها كنيسة السيدة العزراء إنما الأشهر المعلقة المعلقة أولاً ليه سموها كنيسة معلقة؟ سميت الكنيسة المعلقة لأنها بنية على برجين من أبراج حسن بابليون اللي كان حسن روماني بيرجع للقرن الثاني الميلادي فالترميم الأخير ترميم شامل قاموا بترميم هيكل التحت والبنية التحتها للكنيسة لو شفت المياه قبل الترميم كانت المياه بتغمر الحسن ما كانش ممكن حد يخش فيه يعني على ارتفاع كبير وكانت فيه مياه ما حدش يقدر يخش من البوابة دي أه 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 تمان تمان الحضارة هي أنه عندك حرية تمارس عبادتك في وجود عبادات أخرى يعتقدها آخرون على هذه الأرض كل يوم تمارس حرية الأديان كل واحد له الحق يمارس ما يعتقد الكنيسة المعلقة كانت أول مقر باباوي لبابا الإسكندرية بعد انتقالها من الإسكندرية للقاهر بتضم العديد من رفاة القدسين أيقونات المسيح عليه السلام والسيدة ماريو تم افتتاح الكنيسة المعلقة مرة أخرى للصوار بعد ترممها في 2014 كنيسة المغارة للشاهدين سارجيوس وواخس الشهيرة بكنيسة أبي سرجا مصر القديمة بتعتبر من الكنيس المهمة في مصر في رحلة العائلة المقدسة كنيسة اتبنت في أوائل القرن الخامس الميلادي أو أواخر القرن الرابع الميلادي اتبنت فوق المغارة اللي احتمت فيها العائلة المقدسة الكنيسة مبنية على الطراز البازليكي وترممت مراحل عديدة في التاريخ لكن من أعظم مراحل الترميم اللي تمت في العصر الحديث تم ترميم الكنيسة ترميم شامل لكل الحوائط اللي هي الجزء الانشائي وبعين الجزء المعماري في التشريبات بتاعتها بموافقة هيئة الأثار وجي قدس البابا طوادرس الثاني افتتح الكنيسة في 2016 اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً بهذا المكان الرمز التعبد من أجل الحصول على لقاء كريم مع الله في الآخرة والتعبد من أجل حياة أفضل عن طريق الحصول على العلم الأزهر الجامعة والجامعة الله أكبر الجامعة تبنى 970 يعني في أواخر القرن العشر وخلص في سنتين يعني مفتتح 972 وقيمة أول صلاة فيه سبع رمضان الموافق 21 يونيا 972 الترميم الأخير اللي حصل من 2015 ل2018 لحد ما افتتحه فخامة الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان افتتحه يوم 6 مارس 2018 كانت كل حتة في الجامعة تم الاهتمام بيها مدحف الفن الإسلامي هو أكبر مدحف للأثار الإسلامية على مستوى العالم في يناير 2014 تعرضت منطقة المدحف لهجمة إرهابية ضمرت وجهة المدحف وأكتر من 170 قطعة إسرية من مقتنياته بعد كده تم تجمعها وترميمها بأياد مصرية إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2017 مسجد الفتح بحي عبدين واحد من أجمل المساجد اللي بتبرز فنون العمارة الإسلامية ترميم المسجد شمل كل جوامه علشان يرجع لصورته الأصلية وفي 2020 أصبح جاهز بعد ثلاث سنين كاملة من الترميم ده متحف المركبات الملكية في بولان أنشأه الخديوي إسماعيل في القرن التسعتاشر عشان يكون في البداية جاراج للمركبات الملكية بعد كده يتحول لمتحف من أهم متاحف مصر السياحية المبنى كان مهمل كان تعبان جداً لغاية الحمد لله ما اترمم وافتتحوا سيد الرئيس في 31 أكتوبر 2020 المتحف ده يعتبر من أهم المتاحف النوعية في العالم هنا أصر البروه هنا فانتهزت فرصة راح تطالع على فوق أما كلهم تحت طلعت أنا بقى فوق ونزلت كالتعالق من خالي تحت لأن ممنوع هطلع بقى فوق هنا القرار الخاص بإنقاذ هذا المبنى سنة 2017 بدأت عملية الترميم واستمرت لحد ما كان فخامة الرئيس بفتتاح المشروع عام 2020 عملية الترميم للمبنى التاريخي ده تنقسمت لمرحلتين المرحلة الأولى اللي هو تدعيم الأساسات بعد كده الجزء الثاني بقى اللي هو عملية ترميم العناصر الزغرفية اللي موجودة في الاستخدام الأخرى احنا عملناه معرض بيحكي قصة تاريخ مصر الجديدة بالكامل تم توفير 175 مليون جنيه لهذا المبنى لترميم البنى وإنقاذه ثم يقعد التأهيله عام 2020 تم تطوير ميدان التحرير أشهر ميادين مصر المرتبطة بتواريخ خالدة في حياة المصريين قريب قوي حيقدر كل زائر يشوف الطريق التاريخ العظيم طريق الكباش ولأول مرة متاحف آثار في شرم الشيخ والغرداء من أجل زوار المدنتين متحف الحضارة بيحكي تاريخ الحضارات اللي نشأت على أرض مصر والنهاردة يتم افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المميوات الأهرامات أشهر موقع أثره في التاريخ بعد تطويره والآن يترقب الجميع الإعلان عن موعد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف الحضارة واحدة بالعالم فلنجمع تراثنا قبل أن يلحقنا الموت لأنه سلمها هو لأبنائنا دكتور خالد العناني إزاي نشأت فكرة متحف العواصم؟ الفكرة نشأت من أكتر من سانتين لما السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مدينة للثقافة والفنون وقال إن أول حاجة تقامل فيها متحف ملاقناش أحلى من فكرة متحف عواصم مصر بنحكي فيه أهم العواصم اللي مرت على مصر النفسي طبعا نشوف بعين حضرتك كل الكلام اللي بتقول عليه ده دخل المتحف ده حضرتك رفض لا أهي مفاجأة المتحف ده مفاجأة كبيرة إحنا محضرينها حنخلي الضيف المصري والأجنبي اللي هيجي هنا في العاصمة الجديدة نقول له وقدي إن إحنا معتزين بتاريخنا وحضرتنا وإن أول حاجة أصبحت جهزة بنسبة 100% النهاردة في مدينة الثقافة والفنون هي المتحف والمكتبة ليه؟ لأن إحنا قلنا العاصمة الجديدة تساوي دولة جديدة مبنية على العلم والثقافة والفنون المصري طول عمره بنى شاطر المصريين بيبنوا والبنى بيعيش ألاف السنين والأجيال مصر بتبزي الجهود جبارة للحفاظ على أثارها لكل الإنسانية وفي نفس الوقت بتبني الجديد اللي بتعمل النهاردة بيصنع التاريخ والمستدر اشتركوا في القناة